موسيقى قتلان في احتجاجات العراق فهل تنجح تظاهرات بفرد مزيد من الإصلاحات في حقنا للدم في الشارع العراقي؟ موسيقى تظاهرات لبنان تدخل يومها التاسع والمحتجون يستمرون بقطع الطرق الرئيسية موسيقى اتهامات لأنقرة بانتهاك القانون الدولي وترحيل سوريين قصرا إلى المنطقة الآمنة المزمعة موسيقى نشرة الأخبار من أكاديمة فوكس أهلا بكم أفادت مصادر عراقية بسقوط قتلين وإصابة العشرات بحالات اختناق خلال محاولات قوات الأمن تفريق الآلاف من المحتجين الذين حاولوا اقتحام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد وأطلقت قوات الأمن النار وقنابل الغاز وقامت بإبعاد المتظاهرين عن بوابة المنطقة الخضراء موسيقى دخل لبنان اليوم التاسع من التظاهرات في ظل إصرار المحتجين على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة الإنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الفاسدين وأفاد مراسلنا أن معظم الطرق الرئيسية مقطوعة من جانب المحتجين وناشدت نقابة عمال ومستخدمي تعاونيات الجيش والقوى الأمنية لفتح الطرق لتأمين وصول المواد الغذائية الضرورية إلى الأسواق موسيقى قالت منظمة العفو الدولية أن التركيا ترسل قصر اللاجئين سوريين إلى منطقة سورية قرب الحدود حيث تهدف إلى إقامة ما تسميه بمنطقة آمنة وذكرت منظمة العفو في تقرير أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من جانب الشرطة التركية على توقيع وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة أهلا بكم من جديد قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة إذا صوت نواب مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آلية عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكس يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوداريان في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة مسلحي داعش الأجانب وبينهم ستون فرنسيا ويخشى الأوروبيون من هروب المحتجزين من داعش في سجون أو مخيمات يحرسها الأكراد شمال شرقي سوريا في الختام تذكير بأهم العنوين قتلا في احتجاجات العراق فهل تنجح تظاهرات بفرض مزيد من الإصلاحات حقنا للدم في الشارع العراقي؟ ظاهرات لبنان تدخل يومها التاسع والمحتجون يستمرون بقطع الطرق الرئيسية اتهامات لأنقرة بانتهاك القانون الدولي وترحيل سوريين قصرا إلى المنطقة الآمنة المزمع بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكوس أكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر